السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين النهارة إن شاء الله بقدم لكم وصفة الأيس كريم وصفة جميلة جدا إن شاء الله وصفة صحية فيها مكونات طبيعية جدا الكل هيستفاد وهيتستمتع بإذن الله بالطعم الجميل ما تنسوش إن شاء الله إذا عجبتكم الوصفة اللايك والشير والاشتراك والانتساء في قناة طبخة أسماء وتابع معايا الوصفة بأمر الله مأدير إن شاء الله أنا هستخدم اتنين من الدريم ويب زي ما أنتوا شايفين حطها في بولة كده وهجيب عليهم ربع كوباية من المية يعني ما يعادل 25 ملي من المية كده المية البردة طبعا وببدأ أخلطهم خلط جيد علشان أوصل للقوام الكريمي زي ما احنا معارفين وعملته أكتر من مرة معاكو يا جماعة تمام؟ بعد ما أوصل للقوام الكريمي هسيبها في جنب إن شاء الله تبارك وتعالى وكمل بقية المأدير معاكو بأمر الله مأدير إن شاء الله استخدمت أيضا من الطمر 400 جرام من الطمر وده اختيار ممكن تستخدم الكمية أقل من كده واستخدمت اتنين معلقة من العسل وكمان أيضا ممكن تستكفي معلقة واحدة فقط لو أنت حبها ولكن أنا استخدمت اتنين معلقة من العسل النحل وكذلك يا جماعة أنا كمان هستخدم معلقة نسخة فيها عليها ولكن هي مش واضحة في التصوير ولكن هستخدم معلقة كبيرة من نسخة فيها عشان تكسر طعم الطمر للي مش حابب يظهر طعم الطمر أول وهستخدم 125 ملي من الحليب كوباية كحليب كده من كوباية الشاي وايضا هستخدم نص ملقة صغيرة من الفانيليا وهبدأ اخفقهم كويس ولكن انا لقيت القوام يعني تقيل شوية فزودت نص كوباية من الحليب وهبدأ اخفق تاني مرة تانية لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزها زي ما حضراتكم شايفين كده معايا بنفس الخطوات ما شاء الله ولا قوة الا بالله طبعا ايس كريم سريع وسهل للتحضير وكمان مغذي جدا للا اولاده ما بيحبوش الطمر يمعليهم ان هما يعملوا الطريقة ديت علشان يدخل لهم الطمر بطريقة الحلويات او الايس كريم وهتعجبهم جدا ان شاء الله بعد ما خلطت كل المكونات ووصل للقوام الجميل ده ما شاء الله ولا قوة الا بالله بضيفه طبعا على الدريم ويبي اللي انا كنت خفقته وببدأ بعد كده ان شاء الله زي ما هتشوفون دلوقتي بامر الله تبارك وتعالى اقلب كل المكونات تقليب كويس جدا لحد ما يصير كل المكونات مختلطة ببعضهم اختراط جيد جدا في الوقت ده انا طبعا مجهزة العلبة او علبة التلاجة اللي انا هبدأ اضيف فيها المكونات بتاعتي ما شاء الله شايفين القوام حلو جدا جدا يا جماعة وسهل ايه اللي انت تعمليه وتحطيه على طول في الفريزر هيديكي طعم الايس كريم وبالعافية علينا وعليكم زي ما انتم شايفين هبدأ افرق كل المكونات في علبة التلاجة وبعد كده مباشرة زي ما قلت قبل كده ان انا هدخلها في الفريزر بسم الله ما شاء الله سيبيها بقى يعني لان قوامها جويس جدا ما شاء الله ولا قوة الا بلا ممكن من ساعة لنص ساعة هتطلع الايس كريم جاهز جدا معاك وبالعافية اللهم امين ولكن صراحة انا حطتها فترة بسيطة جدا وطلعتها طبعا ما فيش حد بيصبر على الايس كريم وزي ما انتم شايفين قوامها جميل جدا بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بلا ببدأ زي ما انتم شايفين بقى بسم الله ما شاء الله بمعلقة الايس كريم كده ببدأ افضها عندي في او احطها في الكاسات اللي قدامكم بسم الله ما شاء الله شكلها جميل طبعا يا جماعة انا طبعا زي ما انتم شايفين القوام لسه طاري شوية لان طبعا طلعتها بدر شوية من الفريزر علشان كده بقولكم يفضل ان انتم سبوها فترة كويسة في التلاجة او الفريزر عشان يديك القوام الجامد اللي هو نفس الايس كريم بس بصراحة قوامه جميل ايضا والطعمها ان شاء الله هينول اعجبكو وزي ما قلتلكو ده انا طبعا هي الفكرة عشان نفيد اطفالنا اللي هما بيمتنعوا من ان هما يتناولوا الطمر احنا عارفين طبعا ان الطمر ليه فوايد كتير جدا في حديد يعني مواد غذائية حلوة اوي واحنا طبعا حبين اندخلها لاولادنا وكمان لنا احنا شخصيا وحاجات معمولة في البيت وبالعافية اللهم امين شايفين القوام ما شاء الله كرات الايس كريم شكلها جميل طبعا زي ما انتم شايفين بحاول ابدأ اكسر اللون شوية بضيف مثلا رشة جوز هند ممكن على فكرة تبشر شوكولاتة بيضة كده وتبدأ ترش عليها علشان الاطفال يحبوها اكتر وطبعا حاجات الحلويات بتاعت الاطفال وبالعافية علينا وعليكم اللهم امين ودي كانت وصفتي معكم النهاردة اتمنى تكون عجبتكم بامر الله الميزة فيها انها سهلة وكمان مفيدة وصحية وفيها العناصر الاغذائية لتفيد اولادنا وتفيدنا جميعا كانت معاكم طبخة اسماء ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والانتساب في قناتي القاكم على خير وكمان ما تنسوش يا جماعة تشجيع القنوات المنتسبة في قناتي وصفات النوشو وعالم حوى من القنوات المفيدة وكمان المتميزة القاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته